السلام عليكم اليوم الثامن من آذار الفين وثين وعشرين هو يوم المرأة العالمي وقد افتتح فيه اجتماع مجلس الوزراء بان وجه سيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التهنئة للمرأة اجمالا وللمرأة العراقية على وجه الخصوص في عيدها هذا مذكرا بتضحياتها وبدورها في بناء بلدنا اليوم جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في اعقاب التأثيرات الناجمة خاصة الاقتصادية الناجمة عن جملة من الظروف الدولية والمحلية تلك التي يمر بها بلدنا وكانت هناك اشارات إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها الدولية وكذلك على ما يحدث في السوق من ارتفاع للأسعار وسرعة استجابة الحكومة لمواجهة هذه الأزمة خاصة ونحن في مرحلة حساسة ومهمة يشهدها بلدنا بعد الانتخابات وحتى هذه اللحظة هناك جملة من الإجراءات والتوصيات والقرارات اتخذت هذا اليوم مكرسة جميعها إلى مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار وكان هناك نقاشات كثيرة بين السادة الوزراء في مسألة الأمن الغذائي واتخذت فيها إجراءات عديدة أجملها بالآتي طبعا هناك مناقشات لموضوعها الجانبية قد تكون ثانوية أمام المناقشات التي عقدت عن الأمن الغذائي وسبل إجراءات الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار هذه الأيام كان هناك تصويت على مجموعة من القرارات تتعلق بمساعدة الشرائح الضعيفة والهشة وهذا يأتي منسجما مع منطلقات الحكومة في اتخاذ الإجراءات لدعم هذه الشرائح فكانت هناك مجموعة من القرارات أجملها بالآتي واحد جرت تصويت على إقرار منحة حكومية بقيمة مئة ألف دينار لمرة واحدة بسم منحة غلاء المعيشة تقدم إلى فئات معينة من العراقيين اثنين تصفير الرسمي القمرقي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة ثالثا إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فورا والبدء بإجراءاتها وأيضا تأجيل استفاء الضرائب على التجار من مستهردين المواد الغذائية وأيضا ضبط الأسعار في الأسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتمويل المبالغ بنسبة المعروفة لنا في الصرف 1 على 12 نسميها من وزارة المالية بحسب قرار مجلس الوزراء هذه مجموعة من القرارات الأمر الآخر الذي صوت عليه مجلس الوزراء هي توصيات معالجة أزمة الخزين الستراتيجي وهي تتعلق أيضا بالأمن الغذائي بعد أن تدارس المجلس الوزاري للاقتصاد بجلسة خاصة موضوعات أساسية عرضت وأوصل مجلس بما أقره مجلس الوزراء اليوم وهي واحد الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل داخل وخارج الخطة المقررة للموسم الحالي حصرا ثانيا يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من المجلس الوزاري للاقتصاد ثالثا يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي هو 750 ألف دينار للطن رابعا اكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال عشرة أيام ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2020 خلال موعد أقصاه 306 2022 خامسا اقرار محظر الاجتماع حول الخطة الزراعية وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة الذي وقعه وزيراء الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية سادسا تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي وسابعا يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 مليون طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية هذا هو القرار الثاني الذي يؤقر هذا اليوم في مواجهة مسائل الأمن الغذائي وأخيرا أيضا صوت مجلس الوزراء على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيرفع هذا القانون إلى مجلس النواب وهو قانون فيه مفردات عديدة تساعد الحكومة وتمنحها المرونة اللازمة للعمل في ظل عدم وجود موازنة للعام 2022 الآن كانت هناك توصيات من مجلس الوزراء ومن السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بغلاء الأسعار هذه الأيام والمخالفين الذين يتدخلون في هذه الأسعار وربما يسلط الضوء عليها السيد وزير الداخل الأستاذ عثمان الغانمي يتفضل بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما أسلف سيد معالي وزير الثقافة الناطق الإعلامي بإسم الحكومة مجموعة من الإجراءات لأنواجه بها غلاء المعيشة وكما قال أنه أكو تدخلات دولية إقليمية وحتى المحلية نحن كأجهزة رقابية أولا نهيب بمحتكري السوق ومن يحاول أن يتاجر بقوت الفقراء وقوت الشعب العراقي الكريم أيضا عقدنا سلسلة من الاجتماعات لكافة الأجهزة الرقابية في الوزارات الأمنية ووزارة التجارة باحتبار موجود جهاز رقابي فيها راح تكون الوحدات المختصة بالجريمة المنظمة يعني الجانب الاقتصادي سواء في وزارة الداخلية جهاز الأمن الوطني جهاز المخابرات الوطني العراقي والجهاز الرقابي في وزارة التجارة بالتعاون والتنسيق وتشكيل فرق جوالة في بغداد في جانب الكرخ والرصافة في الأقضية والنواحي وكل المحافظات العراقية العزيزة راح تراقب السوق بقوة وتتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل المخالفين ومن ذوي النفوس الضعيفة الذي يحاول استغلال الأزمة الحالية لرفع الأسعار الغير مبرر والمتاجرة الغير مشروعة بقوة الشعب وستكون أجهزتنا الرقابية الأمنية في هذا الجانب غير متهاونة جدا وتتخذ كل الإجراءات وبكل ما نمكن من قوة حتى نحافظ على القدرة الشرائية واستقرار السوق حتى نتجاوز الأزمة الحالية بتضافر جميع الجهود إن شاء الله طبعا هناك تنويه بأن جلسة مجلس الوزراء هذا اليوم استضافت قيادات من الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وفي جهاز الأمن الوطني وفي جهاز المخابرات كلها تعمل الآن لمواجهة هذا الارتفاع غير المبرر كما عبر السيد وزير الداخلية وأيضا الذي فيه محاولات لزعزعة استقرار السوق العراقية والمتاجرة بقوت العراقيين أيضا هناك توصيات ومناقشات يستلها السيد وزير التجارة فيما يتعلق بوزارته وأيضا تتعلق بمسائل الأمن الغذائي للعراق تفضل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نتج عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي خصص لمناقشة ارتفاع الأسعار وما هي الآليات والمعالجات السريعة المتخذة من قبل الحكومة لذلك ونيطت في وزارة التجارة مجموعة من الأدوار لكي تقوم بها الدور الأول هو توزيع وجبتين لشهر رمضان فضلا عن الاستمرار في عملية التوزيع نتيجة دعم حكومي واضح في التخصيصات وفي القانون المرتقب اقراره من قبل البرلمان باشرة ملاكات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وكذلك ملاكات الشركة العامة لتصنيع الحبوب بإيصال هذه المواد إلى المخازن في المحافظات وإلى الاستلامها من قبل الوكلة وتجهيز المواطنين خلال يومين المقبلين سنشاهد إن شاء الله وطيرة سريعة في هذا التجهيز مقابل ذلك سوف تكون هناك فرق رقابية مشتركة بين جهزة رقابية في وزارة التجارة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وكل الجهات الأمنية ذات العلاقة تتابع عملية إيصال هذه المواد وتتابع أيضا الأسعار في الأسواق نتيجة إيصال هذه المواد وكيفية التعامل معها ربما تكون من بعض ضعفاء النفوس النقطة الثانية أيضا التي ونيطت في وزارة التجارة أن وزارة التجارة تقوم بدور المضاربة والدخول إلى الأسواق وتقديم دعم مباشر في بعض المفردات بسعر مدعوم نضع من خلاله خطة طارئة تعمل هذه الخطة على استقرار الأسعار وعدم السماح لبعض الأسعار بالارتفاع بشكل يضر بشكل كبير في المواطني النقطة الثالثة طبعا هذا الدعم الذي كان موجود كان دعم متكامل أسس إلى الوجبتين في شهر رمضان الكريم فضلا عن دور رقابي كبير وفضلا عن دور تجاري تقوم فيه وزارة التجارة وإن شاء الله تكون هذه الجهود المتضافرة في القطعات الحكومية كافة وأيضا في مجلس النواب تم استضافتنا كل هذه الجهود سوف تكون إن شاء الله في مصب استقرار الأسعار ووصول المواد إلى مستحقيها ووصول المواد بسرعة المناسبة إن شاء الله طبعا للإجمال أخيرا أن هذه الحكومة تستجيب بسرعة للتحديات التي تطرأ خاصة بعد أن شرع مجلس النواب بالعمل وبعد أن استضيف مجموعة من الوزراء وعلى رأسهم وزير المالية وما سمعناه وعرفناه وشاهدناه من توصيات وملاحظات من مجلس النواب كلها تصوب في دعم الفئات الضعيفة والهشة من المجتمع العراقي تخذ في هذا اليوم مجموعة من الإجراءات المهمة انصبت في قرار لمجلس الوزراء وفي إقرار لمشروع المجلس الوزاري للاقتصاد وأيضا في تقديم قانون يتعلق بالأمن الغذائي نأمل في مجلس النواب أن يستجاب لهذا القانون الذي سيمنح كما عبرت سيمنح الحكومة مرونة في العمل على الموازنة وفي العمل على الإنفاقات في ظل غياب موازنة مشرعة من مجلس النواب للعام 2022 شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة